موسيقى الأردن قليل في دخله الوطني لكن كبير في طموحاته وقيادته الحكيمة لقد مر الأردن بظروف قاسية وصعبة ولكن والحمد لله بقيادته الحكيمة اشتاز هذه المحن ويمتاز اليوم الأردن بأنه يتمتع بالأمن والأمان وهذا حقيقة لولا العلاقات والنهج الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك مع الدول العالم لما كان الأردن في هذا الوضع فنحن سعيدين حقيقة ويجب أنه حقيقة أنه نستفيد من هذا الوضع الموجود وتجاوزنا المحنة التي مر فيها معظم الدول العربية بأن هناك كان مبادرات للإصلاح من مبادرات ملكية للإصلاح على مستوى الأصعدة وكان آخرها الورقة النقاشية السابعة والتي أعتقد أنها هي من مهمة جدا بحيث تتضمن العنصر البشري الإنسان الإنسان الأردني والإنسان الأردني مهم جدا في عملية التنمية في عملية التطور وهو الأساس في قضية أي مشاريع مستقبلية وتنموية في هذا البلد بدون أن يكون التعليم والعنصر البشري متميز لن تتقدم الدول وإلى الأمام فهذا الهاجس الوطني والملكي الموجود والتي يجب أن نكون نحن على أعلى مستوى ونكون هناك تجارب تقود فيها الأردن على مستوى العالم العربي فيما يخص التعليم بعتقد كلنا نعلم أنه هناك فيه تحديات كبيرة في واقع التعليم لا بد من مهالجته لا بد من مواءمة مخرجات التربية والتعليم العالي ومدى ملاءمته مع سوق العمل فهذا يؤمن لأبنائنا المستقبل الآمن فيما يخص الاستثمار كان لي شرف أن تبوأت وعدة مناصب منها مدير عام ورئيس مجلس دارة المدن الصناعية ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنمية والحرة ورئيس مجلس دارة الفسفات لذلك كان لديه إطلالة وتجربة غنية حقيقة فيما يخص إجراءات وكيفية التعامل مع الاستثمار الأردن يتمتع بأنه لديه بيئة جاذبة الاستثمار وهناك اتفاقيات دولية مع العالم يتميز بها عن معظم الدول العربية بحيث أنه معظم الأسواق العالمية مفتوحة للصادرات الأردنية بحيث تستقبل فوق المليار مواطن من العالم يستقبل بضايا أردنية يجب على الأردن والحكومة أن تعمل على استثمار هذه الاتفاقيات وبالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من المناطق التسويقية والبضي وتعظيم دور الصادرات الأردنية بحيث ترفع من دخل وإرادات الدولة هناك كذلك يجب أن نتعامل مع الفرص التي تمت ومن خلال اللاجئين ومن خلال النزوح التي تم من أشقائنا في العراق وسوريا هناك في رجال أعمال كبيرة خرجت من الأردن المؤسف بدون أن نستفيد منها لأن هناك لم يكن هناك وحدات أو دوائر مختصة تتعالج هذه القضايا لكي يستفيد منه الأردن وممكن أن يكون هناك استفادة كبيرة حقيقة للبلد والأردن وتوفير فرص واستثمار عربي من هؤلاء الأشقاء خرجوا للمؤسف لأن لم يكن هناك مبادرات ومتابعة من الحكومة الأردنية على هؤلاء المستثمرين نتأمل اليوم على ضوء ما يتمتع به الأردن من هذه الميزات أن يكون هناك دراسة ومراجعة لهذه الإجراءات بحيث أن نستفيد ونحصن هذه الإجراءات ونقلل من التعقيدات الموجودة أمام المستثمر وتكون الهيئة لديها الصلاحية بإعطاء الترخيص وكذلك كل ما يتعلق في العملية الاستثمارية عما على مستوى الموضوع السياسي فحقيقة الوحدة الوطنية أساس في الظروف الحالية التي نمر فيها الإقليم الملتهب حوالينا يتطلب مننا أن نكون نصف واحد وهناك أنا أعتقد إصلاحات قادمة فيما يخص قانون الانتخاب بحيث يكون هناك ضرورة إشراك الأحزاب تعددية الحزبية بحيث نكمل برامجنا فيما يخص تحسين الجو الديمقراطي والتي يتمنى الكل الأردنيين بهذه القيادة الحكيمة أن نستمر فيها ونحافظ على سمعة البلد والانفتاح الموجود مع العالم كذلك فيما يخص تتمتع الأردن حقيقة بأنها ملاذ لكل الأشقاء العرب وليس الجديد منذ بدايات تأسيس الدولة وهذا حقيقة ببين مدى الدولة الأردنية الحديثة من بداياتها تتعامل مع كل ما هو عربي وإقليمي يستفاد منه وليس هناك أي تمييز أو تعنصر تجاه أي من الطواعف أو من الديانات مع العلم أن الدين الدولة هو الإسلام أتمنى على الشعب الأردني كذلك أن يكون له مشاركة في انتخابات اللامركزية لأن الكل يتأول على هذا البرنامج الذي وضع التشريعات له بحيث يكون القرار للمواطن في المحافظات فيما يخص محافظاته والشأن المحلي قرار يتخذ من المحافظة وليس من العاصمة وهذا سيخفف العبئ الكبير على الحكومة المركزية في العاصمة والتي نتأمل مشاركة الكل لاختيار الشخص المناسب عمان عاصمتنا الحبيبة هناك العديد من المشاكل والتي نتأمل معالج لها طبعا نعلم جميعا بأنه تضاعف عدد السكان في العاصمة والنمو السكاني كبير بحيث أصبحت تجاوزت الأربعة مليون الآن في العاصمة موضوع النقل العام هاجس كل مواطن في الأردن يجب أن يكون هناك خطط لمعالجته على المستوى المتوسط والأمل الطويل لكن يجب أن يكون هناك جدية في معالجة هذه القضايا بالسرعة الممكنة كذلك التخطيط العمراني والتخاصية للتوسع الموجود يجب أن يكون مدروس ليتوائم مع تجارب دول العالم في هذا المجال موضوع التشريعات التي تخص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أعتقد أن هذا مهم جدا لأن دور الحكومة هو دور رقابي تنظيمي وأما القطاع الخاص فهو المحرك الأساس للتنمية فلابد من تنشيط وتعظيم هذا الدور بحيث يكون هناك مشاريع حقيقية مدروسة ليكون هناك حل لقضايا البطالة وتوفير فرص لأبنائنا هناك أفكار جديدة حقيقة بأعتقد لابد أن الدولة تأخذها بعين الاعتبار أن يكون هناك وزارة للأرض الأردنية لأراضي خزينة الدولة بحيث تستثمر هذه الأراضي في مشاريع تنموية زراعية حسب تخصص كل منها وتعطى لأبناء الوطن ضمن معايير معينة العقود بحيث تعظم من اقتصاد هذا الوطن وعدم والاستفادة بدل من هذه القطع الأراضي الكبيرة التي تملكها الخزينة معطرة وهذه لها ليكون دور كبير في تعظيم الدخل للأردن وترفض الاقتصاد الوطني فلابد أن يكون هناك أفكار جديدة ريادية في هذا الخصوص لتخدم أبنائنا وتفتح الفرص لأبنائنا ضمن معايير ويستفاد منها وهناك في تجارب لدى كثير من الدول العالم في هذا الخصوص أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك ربط بين وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار بحيث أن يكون هناك دراسة شمولية لدى وزارة التخطيط على مستوى المملكة تقوم بالأخذ بعين الاعتبار الميزات النسبية لكل محافظة والقيمة الإضافية لمشاريع ممكن أن تكون فائدة على الاقتصاد الوطني وعلى أثر ذلك يعمل جدوى أولية اقتصادية لهذه المشاريع التي تكون في متناول هيئة الاستثمار لجعلها في متناول يد المستثمرين التي سوف تعزز من الاستثمار في الأردن وفتح المشاريع التنموية والتي توفر فرص عمل لأبنائنا وثانيا تخدم الاقتصاد الوطني لأنها كلها مشاريع مدروسة اقتصاديا ولها عائد على الاقتصاد والدورة الاقتصادية في الأردن في موضوع التشريعات حقيقة أنا أعتقد أنه في السنوات القليلة الماضية كان هناك مراجعة عديدة للتشريعات التي تخص بشاريع إصلاحية في عدة قطاعات وكان آخرها حقيقة موضوع لا مركزية والبلديات والتي أعتقد أن ذلك يصب في خدمة المواطن والوطن بحيث أن هناك القرار يكون ضمن المنطقة المحافظة ضمن المجتمع المحلي بكل محافظة وهذا يخفف العب الكبير على الدولة المركزية في العاصمة وبالإضافة أن هناك سوف يكون مشاركة ومساهمة من أبناء المحافظة في مشاريعهم التي تخص محافظتهم وهم الأقرب والأولى أن يطلعوا عليها وذلك لحل قضايا ومشاكل أي محافظة في المملكة فلا بد من خلال تلفاز وهذا المنبر أن نتوجه إلى أبنائنا الأردنين أن يكون هناك مشاركة أكبر والاختيار الشخص المناسب ونبعد عن قضايا التي لا تقودنا إلى اختيار الشخص المناسب بحيث يكون هناك تفعيل كبير ودور كبير وأثر كبير على نتائج المرشحين والعملية كلها والتي ينتظرها كلها الأردنيين لأنها هذه حقيقة تجربة جديدة والتي نتأمل مستقبلا أن تعمم على معظم الدول العربية بعد نجاحها وبعد اختبارها الواقع نحن حبان الله بقيادة هاشبية ولها دور كبير في النهج الدبلوماسي التي تقوده على مستوى العالم وهذا حقيقة مريح جدا ومطمئن لكل أردني حقيقة القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والتي تخص الأردن أكثر من أي الدول وذلك لطبيعة وخصوصية العلاقة بين الأردن وبين الأردن وفلسطين أعتقد في الظرف الحالي يتطلب حقيقة أن يكون هناك تفاهم كبير بين السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية على ما هو قادم لأن كلنا نرى ونجد أن هناك في خطط وبرامج جديدة مستقبلية فلا بد أن نكون نحن متفاهمين متحاضرين عن ما هو الأفضل للأردن وما هو أفضل لفلسطين في مستقبل الأيام والتي سوف تقود إلى أن يكون هناك العلاقة واضحة وتكون هناك كذلك نفرح بأن نكون هناك الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي ضمن حدود سبعة وستين وكذلك معالجة القدس والمحافظة على المقدسات الإسلامية والتي الآن يرعاها الأردن بقيادته الهاشمي موسيقى